اشتركوا في القناة انا برأيي نعم ان هذه القمة جاءت في الوقت المناسب لان بالفعل العالم يمر بازمات قوية جدا وكبيرة في المجتمع ككل ليس في مجتمع او في الشرق الاوسط فقط بالعكس العالم كله يعاني في فترة ركود اقتصادي ايضا هذا التضخم الذي حصل في امريكا وحصل في كل دول اوروبا ايضا وكذلك الحرب الاوكرانية الروسية كلها اصبحت الان موجودة في المنطقة ككل ولا بد من ايجاد حل هذه جميع المشاكل لانها مشاكل كبيرة وخاصة كما نعرف ان هناك ازمة غذاء عالمي لانه كما يحصل الان اكثر الحبوب التي كانت تصدر من اوكرانيا الى العالم اصبحت الان في فترة حالجة وكذلك لا بد من ايجاد حل لذلك بعد كما نعرف اننا جئنا بعد ازمة كورونا وهذا كله برأيي لا بد ان يكون مؤتمر جدة في المنطقة السعودية بهذا الامان والتنمية الامان نحتاج الى الامان حتى نستطيع ان نعطي التنمية دورها الكبير وبذلك الطاقة التي اصبحت الشغل الشاغل في العالم انا برأيي ان كانت قمة جدة في وقتها المناسب وتحتاج هذا ما حصل ايضا في العالم ككل حتى نستطيع اعادة الطريق الصحيح الى النمو والتنمية في العالم نعم دكتور عبد الرحمن نود ان نتحدث عما بعد جائحة كورونا كيف ستسهم القمة في تعزيز عمل المجالات الاقتصادية والتعافي الاقتصادي عالميا نعم انا برأيي ان جانحة كورونا او كوفيد ناينتين هي ايضا يعني اعطت ظلال كبيرة جدا على مستوى العالم ككل وكان هناك عملية للأسف لا بد ان يكون يعني العالم متهيئ الى مثل هذه المشاكل وهذه الازمات برأيي ان هذا اثر تأثير سلبي على دول العالم ككل وخاصة ان كما قلت ان كوفيد مر حوالي لمدة سنتين كاملة فتوقف الاقتصاد توقف كامل برأيي وتأثرت جميع الاقطاعات بدون استثناء وهذا مما دعا ان يكون هناك يعني قمة كما حصل الان في قمة جدة برأيي من اجل ايجاد ايضا حل لهذه جميع المشاكل وخاصة كما نعرف ان كما قلت ان الامن الغدائي الان في خطر وفي خطر مضحئ كبير جدا لانه بالفعل ما حصل ايضا كوفيد وازمة ايضا بعدها ازمة اوكرانيا وروسيا وكذلك التضخم الذي حصل في العالم ككل برأيي انه لا بد ان يكون هناك تحليل هذه الازمات خوفا من ان الرجوع الى ما حصل في عام 2008 من الرقود الاقتصادي وهذا ما حصل ايضا يحصل الان لان بالفعل التضخم كما قلت اصبح يعطي ذلال كبير جدا على دول العالم لان اكثر الدول حتى امريكا والدول الاوروبية ودول الشرق والسطة كلها عانت من هذا من هذا الانفليشن او التضخم برأيي لا بد ان يكون هناك دور كبير جدا للدول في هذه المرحلة من اجل ايجاد الامان والتنمية نعم من دبي الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الطريفي شكرا جزيلا لك